لكل متابعي قناة رؤيا أهلا ومرحبا بكم نهار اليوم كانت درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين إلى أربع درجات مئوية كان هناك تواجد تدريجي لغيوم على ارتفاعات مختلفة وأجواء كانت مغبرة في عدة مناطق من المملكة هذه الليلة كما نشاهد درجات الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية وأجواء لطيفة طبعا تواجد لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمالية لهطول زخات محلية من الأمطار بإذن الله في مناطق محدودة يوم الخميس هناك ارتفاع على درجات الحرارة كما نلاحظ تصل إلى 29 درجة مئوية وأجواء مائلة للحرارة في أغلب مناطق المملكة واحتمالية لهطول زخات محلية من الأمطار في عدة مناطق من المملكة وممكن أن تكون أمطار رعدية في شرق البلاد يوم الجمعة والسبت هناك انخفاض على درجات الحرارة كما نشاهد وأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق وتواجد تدريجي لغيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمالية لهطول زخات محلية من الأمطار بإذن الله في جنوب وشرق البلاد هذه الليلة كما نشاهد أجواء لطيفة في عدة مناطق من المملكة وتواجد لغيوم على ارتفاعات مختلفة غدا نهارا تكون أجواء غائمة في عدة مناطق ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية وأمطار رعدية في شرق البلاد خلينا الآن نستعر الدرجات الحرارة الصغرى لهذه الليلة والعظمى المتوقعة لنهار الغد نبدأ في خليج العقبة 22 هذه الليلة غدا 33 درجة مئوية ودرام 32 في معان 14 إلى 29 رأس النقب الدنيا 15 والعظمى 25 درجة مئوية البتراء 16 إلى 28 الشوبك 25 والرشادية أجواء معتدلة مع 24 درجة مئوية الطفيلة 27 وفي الأغوار 35 درجة مئوية وأجواء حارة أما في الكرك تكون 17 هذه الليلة وغدا نهارا 28 درجة مئوية نكمل إلى وادي الموجب 33 نهارا والبحر الميت أجواء حارة مع 35 درجة مئوية مادبة 17 إلى 29 ومطار الملك علياء الدولي 13 إلى 30 درجة مئوية أجواء غائمة في مرج الحمام مع 27 غدا نهارا في سويلح 17 إلى 26 ولفحيس 28 درجة مئوية غدا الصلط 18 إلى 29 وفي عجلون تكون الدنيا 17 العظمى 29 ورأس منيف 26 وأجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية إربط 18 إلى 29 وتواجد لبعض الغيوم نكمل إلى جرش 17 هذه الليلة وغدا 30 درجة مئوية غرب عمان 28 نهارا شرق عمان 29 الزرقاء 18 إلى 31 والمفرق ما بين 14 إلى 30 درجة مئوية وتواجد لبعض الغيوم في كل من هذه المناطق أمطار رعدية في رويشت كما نشاهد ما بين 16 إلى 29 درجة مئوية وممكن أيضا أن تكون أجواء مغبرة في الصفاوي ما بين 16 إلى 30 درجة مئوية في الأزرق تكون 16 الدنيا والعظمى 30 درجة مئوية وننهي معكم في منطقة الجفر تكون درجات الحرارة مع بين 15 إلى 30 وأيضا أمطار رعدية في هذه المنطقة نشكر لكم حسنا متابعة وإلى اللقاء